وتامت الصين الولايات المتعدة باستغلال مزاعم الامن القومية لفرض قيود غير عادلة على الشركات الصينية وذلك في بيان لوزارة الخارجية الصينية وسط تقارير تفيد بان واشنطن على وشك اضافة صانع الرقائق الصيني اس ام اي سي وشركة الصين الوطنية للنفط البحرية الى القائمة السوداء نعرض تسيز هذه القضايا نعمل ان تتمكن الولايات المتحدة من توفير بيئة عادلة وخير تمييزية للشركات الصينية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة بطلا من اساءة استخدام مزاعم الامن القومي لفرض اقوبات دقيودية على الشركات الصينية وضع العراقيل والحواجز امام التبادلات والتعاون الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة